عودة إلى الاحتجاجات في لبنان تنضم إلينا من بيروت كلودي بحن مراسلة الغد كلودي يعني قطع الطرق ماذا يعني هذا المؤشر؟ في الواقع اليوم في ساعات الصباح عاد قطع الطرق إلى أكثر من منطقة لبنانية ولسيما في الشمال والبقاع وشمال بيروت في الزوق وجل انتيب والدورة ولكن الطرق في شمال بيروت فتحت قبل حوال ساعة من الآن خصوصا في جلديب والدورة وسط كلام ردده محتجون بأن العدد كان قليلا جدا لم ينضم إليهم عدد كبير من المحتجين كما أن الرسالة لعلها وصلت وهناك تنسيق بين مجموعات من هؤلاء المحتجين ليقرروا ما ستكون عليه الخطوات اللاحقة تؤشر هذه التحركات التي لا ينضم إليها كثيرون ولكنها تؤدي إلى قطع الأوصال بين المناطق اللبنانية إلى أن الوضع في لبنان قد يكون مقبلا على تطورات أمنية في الأيام المقبلة في حال استمر الجمود في الوضع السياسي واستمر التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية نعم كلودي أصداء كلمة قائد الجيش اللبناني على الوضع الراهن في لبنان طبعا لكلمة قائد الجيش كان وقع كبير خصوصا أولا على الطبقة السياسية أثارت هذه الكلمة قلقا كما فهمنا لدى السلطة السياسية لأن قائد الجيش هو من المرشحين الأقوياء لموقع الرئاسة وأذكر بأن عددا كبيرا من رؤساء لبنان كانوا قادة للجيش مثل الرئيس ميشيل عون الرئيس السابق ميشيل سليمان والأسبق إميل لحود وأيضا فؤاد الشهاب كلهم كانوا قادة للجيش اللبناني فهل إن العماد جوسيف عون الآن يدخل إلى هذه الحلبة حلبة الترشيح لرئاسة الجمهورية هذا الأمر طرحه سياسيون ومراقبون ولكن أيضا نستطيع أن نؤكد وبشفافية أن قائد الجيش وضع الأصبع على الجرح لأن الأزمة المالية تنعكس بشكل كبير على العسكر في لبنان حيث بات يعني الراتب العسكري يعادل مئة دولار العميد في الجيش يعادل راتبه ثلاثمائة دولار وسط تراجع كبير في القدرة الشرائية نعم كلوذي يبيحن مراسلة الغد كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر